ودائما في ذاتي القطاع مشاهد حية ليلعنف في أحد المؤسسات التعليمية رصدها مراسلنا بولاية البيض حيث أصبحت هذه المظاهر عادية والتفاصيل مع نور دين الرحمن الظاهرة وتعامل التلاميذ مع المؤسسة التربوية بات وفق ما يلغب فيه التلميذة ولو على حساب النظام العام بغي نتبدل من الثانوية ذي الثانوية الخرقشا قريبة بعيدة علينا بزاف ما نتقوش نقرو فيها ما خرجتنا نتعرضوا للحقرارنا نتفرون الهدرة ثم ما نتحقروا بزاف في كل ثانوية سميشو الثانوية لظاهرة التدخل نشوفها في كل ثانوية سنشوفها لظاهرة التدخل الاعتداء على الأساتذات والمشادات والمعارك بين التلاميذة صارت من يوميات المؤسسات التعليمية ظاهرة العنف هذه الظاهرة الغريبة على ديارنا تسببت في كثير منها أولا العرق الحسن للجانب للسير التربوي لازم باش يكون عندنا مستقبل نتفعل به لازم نتخلص من ظاهرة العنف والتخلص يكون بطريقة تكافل كل الجهة بما فيها الأولياء الأساتذة التلاميذ والسلطات كل الناس لازم تتكافل وتتعامل تواجد عناصر الأمن داخل وبمحيط المؤسسات التعليمية تحول إلى ضرورة واشهر على انفلات خطيرة يتطلب تدخل الجميع جميع تتكافل شكرا